طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبيكم مجدداً في ليلة جديدة من ليالي ممبر الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة سقطت ما سقطت سابلنا سقطت ما سقطت سابلنا سقطت ما سقطت سابلنا يسعدنا الشباب أن يكون معنا واحد من الشباب المميزين محمد المجتمع المعتز حوجلي وحيدينا محاضرة عن كيف تربح أموال من أمازون موقع أمازون دوت كوم فنرحب يا أخوانا بأشياء بحضوري المجتمع ترحيب بحار محمد المجتمع محمد المجتمع عليكم صلاة الله سوف تفتر على الخير إن شاء الله سوف نتكلم عن الموضوع شوية ممكن يكون مهمنا كلنا مكالا شباب وموضوع عربح من الإنترنت العالم ده يعني الشباب اللي يجينا دين كلهم عبارة ناس يعني زينا نفس المتواع بتاعنا ده وعندهم نفس الهموم ونفس المشاكل منه فأول حاجة ممكن يبدأ يفكر فيها اللي هي موضوع الربح من الإنترنت تمام؟ فالربح من الإنترنت ده عالم كبيري العالم مواسط وفيه يعني طرق كثيرة جدا لا تعدل ولا تحصير فواحدة من أهم الحاجات اللي ممكن انت لو عايز تربح مثلا تجيب دخل بروش من الإنترنت اللي هي مثلا شركة أمازون ودي اللي هي موضوعنا هنتكلم عنه اللي إن شاء الله اللي هو الربح من طريق شركة أمازون وحنوري انو كيف انت ممكن تكون شريك معاهم وويس يعني حتى لو انت موجود في السودان ونتحقق أرباح حتى لو انت قايد في بيتك طيب الأول حاجة زي ما قلنا انو الربح من الإنترنت ده عالم مواسط وعالم كبيري فدارين أول حاجة نتكلم عن المميزات بتاع الربح من الإنترنت عموا يعني يشكل الإنترنت عشان تربح منه انت بتحلق كفرد وانت قاعد في بيتك تتعامل مع أي مؤسسة وإي شركة يعني في كل أنحاء العالم تتعامل معه تعامل تجاري مثلا هرفته ويعني تكسب من وراك وروش تربح من وراك وروش الكلام ده بيتمو انت قاعد في بيتك بدون أي مجهود بدون ما تحتاج انك تتحرك تمشي مكان العمل أو تبزو المجهود يعني الميزة الثانية إنو بيمكنك زي ما قلنا إنو من العمل وانت متواجد في بيتك وبمكنك بيمكنك من العمل وانت في وقت فراغ يعني انت ما بيت تحتاج انك تكون مقيد بزمن معين يعني بدل ما انت مثلا في الشغل العادي انك تطلع من بيتك الساعة سبعة الصباح وترجع الساعة ثلاثة ممكن انت في أي لحظة متى ما حبيت انك تشتغل وتجيب قروش كويس وتتحول لك في حسابك وتمشي تستلمه من البن واحدة من المميزات برضو إنو شنو زي ما قلنا ما معوف يعني للدراسة أو للعمل يعني لو انت طالب لو انت موظف و عندك زمن معين و عندك يعني بيود معينة في أي وقت مهما تكون حابي انت وقت تشتغل وتجيب قروشة و انت قاعد في انتر فبرضو بيطل فرصة للأشخاص الذين لا يستطيعون التأقلم مع العمل الروتيني يعني انت عسلان الساعة بتكون مثلا ما شاء الله الحمد لله بساح وغافية تقدر كل يوم تصح الساعة سبعة تمشي تلوام وترجع آخر اليوم في ناس ممكن يكون عندهم ظروف ما سعب حالهم منه يتحرك يمشي لحد ما على الشغل ده فهو ممكن يشتغل في بيته عندهم ما يبزي ليه مجموية برضو بيتحلال الاطلاع وتنمية المهارات المختلفة يعني انت في الحالة دي لو انت خطرت العمل على الانترنت تتعامل مع ناس هجاني كويس يعني الناس مثلا بيتكلموا لغات غير اللغة العربية تتكلموا بمسؤل فرنسية انجليزية فانت تحتاج لك تنمي مهاراتك عشان تقدر تتعامل مع الناس ديني فدي هي مميزات العمل من الترنت هي طبعا كثيرة لكن دي اهم الحاجات اللي يتميز العمل على الانترنت طيب اني احنا قلنا خطرنا شركة امازون في النقبة دي خصيصا ليه يعني عندنا اسباب طيب اول حاجة هناخد مقدمة بسيطة على شركة امازون عشان الناس يعني يتعرفها واكيد بتكونوا كلكم كاس المعتباء امازون دوت كوم الموقع ويسي شركة اساسا هي موقع التجارة الالكترونية والحوسب السحابية اساس سنة الف سمية اربعة وتسعين بواسط جيف بيزوس مقر رسيات الواشنطن مقر الشركة الشركة دي حاليا تعتبر اكبر موقع البيع بالتجزئ امازون دوت كوم انت بخش الموقع عندك حاجة معين بتشتريها بيرسرها لكتل حد عندك بيتمش تستليمه طيب الشركة دي اكبر شركة من ناحية المبيعات والقيمة السوقية في العالم شركة بيع وشره بس مبيعات اوصت في سهل 2018 توممية وسبعين مليار دولار في السنة الفاته طبعا ميزانيات بتاع الدول ان شاء الله نحن لما دولتنا تبقى مدنية بنصل للمستوى بيزن الله فالشركة دي مرت شوية مراحل كده يعني مؤقدة بانا في الفترة دي لما كان البزنس صغير كده على قدر حالهم يعني كان الناس دين بيبيعوا كتب بيعرضوا الكتاب وبيبيعوا ليك انت تمشي تشتريوا منهم فبعد ذاك الشركة بدت تتطور شوية شوية كده لحد ما عملوا بدي يفكر انهم يعملوا شركات لنفسها ففضلوا بيع الكتب وبقى وتاني مثلا حاجات صغيرة زي الملابس الجوهرات الاكسسوارات الحاجات يعني الكلام ذا الزمن ذاكي بعد كده قاموا فكروا فكرة انهم ياخر ان احنا ممكن بدل ما نحن نشتري منتجات المصانع والمجهات التانية ان احنا ممكن ننتج بنفسنا ونبيع للعالم فقاموا عملوا حاجات زي امازون بايسيك اللي هي اساسي شركة صغيرة تاب عليهم مصنع بينتج حاجات بسيطة زي الكابلات اليوسبير وصلات حيات صغيرة حاجات صغيرة جدا ودي كانت بداية لين بداية انطلاق عليهم فحاليا الشركة دي قامت عملت لنفسها شركات كثيرة جدا تاب عليها وماشى بين نفس النظام بتاع انه انا بدل ما اشتري الحاجة من مصدر تاني وابيعه يعني باعتبار الفهم القديم للتجارة وانت بتمشي تجيب مواد وبتبيعها على الزوونة والمشتري فقاموا بيعملوا في المصانع والمشاريه حاجاتهم دي بنفسهم عشان كده قدروا يوصلوا لمرحظة التمانية ستين مليار دولار فقاموا عملوا شركات كثيرة زي مثلا عملوا خدمة اسمها امازون ترايف اللي هي زي جوجل ترايف اللي هي خدمة السحابة الالكترونية دي فهمة شنو انه انت مسلا بيكون عندك ملفات صور او اي نوع من ملفات وانت بتكون ختافي فلاش او زاكرة او يوس بيع فانت بتقوم مثلا ممكن الملفات تكون حساسة جدا يعني انت ما دايرة تتعرض للتلف او السرقة او اي حاجة دا تكون موجودة عندك لانها بتهمها فانت بتقوم ملفاتك دي بترفعها في السيرفرات حقتهم بشرفرات امنة مومن علامة من الاختراب مومن علامة حاجات كثيرة قويس بترفع عندهم متى ما تحتاج للملفاتك دي بتنزلها تمام؟ دي مثال من الخدمات اللي بيعملوهم كمان يعني بيحاولوا بنفسه بهم ونفسين تانين كبار زي جوجل جوجل درايف ما يتوسم درايف ولان الخدمات اللي بيشركة يعني كبيرة جدا الحجمة كبيرة اكبر شركة من ناحة تبقيم السوقية في العالم طيب الشركة دي قلنا عملت برامج كثيرة عشان تنوع الشغل بتاعها تنوع الإنتاج بتاعها فقاموا يعني انا اخترت هنا عندني أربع أمثلة لشركات تابعة لامازون يعني ممكن أي واحد فينا يتآمل معاها ويصف ويحقق بصادر دخل وقروش يعني ما هينا ما بسيطة ممكن حتى تغنيك عن إنك تمشي تشتغل في وظيفة تكون بس قاعد في بيتك تشتغل تجيك رباحك أخر الشهر تمام طيب الأربع أمثلة دي أنا حاولتها أخليها متنوعة بحيس إنه يعني تشمل كل الفئات بتاع الناس يعني أي زون حسب اهتمامه كويس بلقى الحاجة اللي بيتنفع معاه في الأربع أمثلة إن شاء الله طيب الأول بروغرام عمله اسمه أمازون أفلايت بروغرام كويس أمازون أفلايت دي فكرته بتقوم على الشهر بتقوم على الحاجة اسمه التسويق بالعمول كويس إنت هنا هتكون شريك كفرد هتكون شريك للشركة كويس عشان تكون شريك دي ما بتحتاج منك مثلا إنك تشتري أسهم ولا حاجة زيدي حاجة كبيرة عرفتها؟ انت بس بتكون موجود في بيتك فالـ أمازون أفلايت إنت اللي بيحصل شنو بالظبط تكون عندك موقع أو صفحة مثلا في الفيسبوك أو الإستجرام أي صفحة بتجيب منتج وبتعرضوا إنت في صفحتك أو موقعك بحيس إنه يتضامن إنه موقعك ده بيكون فيه مثلا عدد مشاهدات كبيرة وفي زوار كتير بيخشوا في الموقع أو بيخشوا صفحة دي فإنت بتعرض ليهم المنتج العاملاء شركة أمازون مثلا يعني أفرض إنه كاميرا تمام؟ انت بتعرض صورة الكاميرا بتعرض مواصفاته وبتعرض يعني مثلا سعاره ومميزاته وغيوبه تمام؟ وواحد من الزوار بتاعنا الصفحة بتاعتك بدخل على الموقع ده والموقع بتاعك وبشوف المعلومات دي وإنت بتخدت له رابط الرابط ده هو لما يفتحوا بيقولوا لي صفحة أمازون صفحة المنتج دي فبيقوم أصلا خشة بمعلومات أنت خديتها له يعني أنت سوقت له المنتج دي هو بيقوم بشتريه لما نشتريه أنت هنا بتقوم تكيك أنت عمول حق التسويق أنت بتربح العمولة حق التسويق تمام؟ الظريف في الموضوع أكتر إنه ممكن يعني مثلا أن الزوار ده قلنا فيه مثال إنه كاميرا فالزوار ده خشي اشترى الكاميرا دي والكاميرا مثلا محتاج استاند ومحتاج عدسات ومحتاج الذواكر وبكارية إضافات يعني فقام اشترى الحاجات دي كلها زيادة فانت هنا بيجيك العمولة حق الحاجات التانية الجديدة بس يكون عندك صفحة في عدد كبير من المشاهدين وبعدد كبير من الزوار فيخشوا ويأخذوا المعلومات دي وبالرابط اللي انت خطيته يجيك عن طريق والأرباح بتاعتك انت بتصريف الحد يعني تمام؟ ده هي أول مثال اللي انه انتوق الشراكة مع شركة عمصر طيب ممكن في صور يسأل لي يعني يقول هالعمول دي ممكن تكون كميعا فهم هنا عملينا الجدول ده بيوضح يعني انت النسب اللي انت ممكن تربحه فاختين امثلة عديدة يعني مثلاً كاتبين فيزيكال بوك يعني الواحد تخشها عن طريق الرابط اللي انت وفرته له ويشترى كتاب الامولة هتكون كم همما كاتبين انها 4.5% يعني الكتاب ده لو بمية دولار كنت بتربح 4.5 دولار بيجيك انت في حتتك وانت تكون اساساً عملت اي شيء كل اللي انت عملته انه انت سوقت له بس فانت اكيد اشاريك معهم وارباحك بيجيب كل ما زول اشترى كل ما انت جادك ارباح كل ما زول اشترى حاجات زيادة كل ما جادك انت ارباح زيادة المهم انه انت يكون عندك صفحة في عدد كبير من المشاهدين المتادرين او اطول انك موقع او مدونة دي يعني اول بروغرام من البروغرام اللي انت ممكن تشارك فيها كفرد طيب البروغرام التاني بروغرام برضو جميل وشوية فكرته يعني مختلف عن الفات اسمه امازون اف بي اي طيب امازون اف بي اي ده هو اكبر يعني بروغرام متخذاء شركة امازون يعني هي بتتعامل بهم مع الناس اكتر حاجة بتحقق بارباح لانه عدد الناس في البروغرام ده كتار جداً طيب اه فكرة شنو فكرة انو انت مثلاً عندك مصنع يعني انت بتصنع او بي حتى لو صناعة يدوية مثلاً في ناس بعملوا حاجات يدوية كلا صغيرة احزية مثلاً او اي حاجة تمام بيصنعهم فالبحصة شنو بحصة شنو بحصة انو انت بتبقى يعني حاجة كزي زي السبلاية لشركة امازون يعني انت بتصنع المنتج وبتوديوه لي امازون هم بيقوموا يبيعوه بره ويدوك انت التكلفة بتاعتك يعني انت لو خدت المنتج ده بيسعر معين هم بيعرضوه على الناس بيعملوا دعاية وبيبيعو لك عكس شنو عكس اللور عكس امازون افل هاش صح؟ طيب لما انت تدربوه انت عملاً حاجة زي دي يكون عندك زي خيارين اما انت يكون عندك مثلاً مخزون يعني عملت مثلاً بيزنس كبير وعملت مخزن دارت بيباهم البضاعة حقتك دي فامازون بتجي لما انت تبقى شريك معه بتتكفل بانها تشيله من تجدام عندك وتغلفوا وتشحنوا وتوصلوا لحد العميل وتديك انت قروشك ومن دونما انت تضطر انك تدفع تكاليف الشحن تدفع تكاليف التعنين، تدفع الضرائب، تدفع الحاجات دي فهي بما انك شريك هي بتقاسمك في الشغل وبتقاسمك في الربح انت هنا لكن الربح لكتر حيبون عندك انت لانه انت صاحب الحاجة انت الأنتج تج منتج طيب، الخيال الثاني انه اساسا الشركة دي يعني قلنا شركة كبيرة جدا يعني فعنده مخازن كثيرة جدا حول العالم فانت بما ان انت بتصمع حاجات بتصنع يعني طول، ادوات، اي حاجات بتصنعها ممكن انت توديها لهم لحد المخازن مخازنهم دي، ويس، وكلما يطلبوا منك كمية انت توفيرها لهم هم يقوموا يبيعها بمعرفته بالجملة مثلا او بالتجزئة، وانت هنا ارباحك بالتين لا انت برضو بتدفع تكاليف شحن ولا بتدفع تكاليف توسيل ولا تحميل ولا يعني after payment في تكاليف كتيرة انت تدفع هم يدفعها عنها وبيدوك النسبة بتاعتك تقول له وانت من دون ما تبزل اي مجهود النقطة دي طمام بالنسبة قلنا ممكن يكون في زول عنده مصنع او منتج يعني منتج حاجات فعلية وداري بيع فهي بتسوّق لك المنتج بتاعك انت بتربح التسويق والدعاية وبتبيعه لك وبتوسسل لك ارباحك انت الحد نين طيب النقطة الثالثة وقبل المقطة الثالثة هنا خدتين جدول يعني شوية بيوضح انه انت المنتج بتاعك ده لو اختيرت مثلا انهم يشحنوه لك بس يعني يجو اخدوه من جنتك ويشحنوه ويجدوه حد الزمون تمام؟ بيوضح لك الاسعار حد قدم وكذا فمزلا هنا ماخدين يعني كاتبين انه السعر بتاعهم ده بيشمل الباكينج والبيكينج والشيبينج يعني تفاصيل كتير التغليف والشحن دي كلها بيشملها بيتفعه لك هم انت بس بتنتج الحاجة بتودالهم هم يتصرفوا معرفته ومدعاه طيب النقطة الثالثة او البرغرام التالي وانا دار الناس شوية تركز لانه احتمال ده اكتر برغرام الناس يعني ممكن تبدا وسه اللحظة دي وتطلع منه بروش وهو برنامج يعني البرنامج جميل جدا وساهل اي زون ممكن يعمله يبدأ في وسهل يعني لو داه طيب اسمه ميرت باي امازون ميرت باي امازون يعني فكرة شنو ولاحظتوا انه بيكون في ملابس كتير كده بتاع التجيل بتاعنا الحال ده بيكون التشيرتات اللي على تصاميم مطبوع تمام انت كشريك الامازون بتصمم التصاميم دي بتصمم التصميم تمام وبترسروا له بس بتقاعد في بيتك فتحت الفوتوشاب عملت تصميم لتشيرت تمام هم بياخدوا منك التصميم ده بيجي زابون بيفتح الموقع عجبوا التصميم بتاعك بيطلب التشيرت تمام امازون في الحال دي بتقوم تعمل شنو بتاخد التصميم بتاعك وبتنتج التشيرت مثلا او الملابس تمام بتنتجه وتطبع على التشيرت بتاعك وتشحنه وتوصله لحد دي الزول المشتري ارباحك بتقوم تجيك بالنسبة يعني انت عندك في التشيرت الحق بتاع التصميم تصممتك هم مثلا انتجوا ووصلوا بحد الزبوف لكين تصممتك فانت بيجيك القروش بتاعك التصميم كويس لو عايزين مثلا الناس بتستفسر عن الارباح مثلا من الحال دي في ناس يعني باعوا خمسة وعشرين كتاب او خمسة وعشرين تشيرت مثلا تمام ارباحهم عم تلمزي اربعين دولار ادبين خمسة وعشرين تشيرت بيس ممكن تتبع في يوم خمسة وعشرين تشيرت لأن الموقع عالمي موقع كبير فارقة البيب تكون كتيرة جدا فانت لو عايز مثلا تشارك في عايز تكسب من الموضوع ده انا حاول شوية افصل فيه لانه زي ما قلنا انه يعني الناس كلها ممكن تبدأ منه هاسا يعني ما ممكن ما بتضروع انه انت تكون بس هم تزول منتج وزول عندك انتاج عشان تكسب بيروش فال ده الموقع بتاعهم الصفة بتاعتهم بس هتخش جوجل تكتب ميرج باي جوجل ميرج باي امازون عفون بتفتح الرايب بيديك الصفحة تمام عشان تسجل بس كل عليك انك بتدخل يوزر نيم ايميل و باسبور كده انت اعملت التسجيل خطب التسجيل شوية اطول من تده طبعا وهي معكد شوية لانه فيها موضوع بتاع تاكسس موضوع بتاع درايب موضوع بتاع بلوك عالمي وكتب اه طيب الصفحة بتاع التسجيل دي لو لاحظت اول بني فيها انه بطلع منك الدولة اللي انت عايش فيها تمام بكل اسف طبعا لانه نحنا دعجون في السودان والسودان محزور والمام دونه محزورة ونحنا كلنا اساسا عارفين هي محزورة لاشان كده نحنا صعبينها طيب السودان موجودة جنوب السودان موجودة في القائمة لكن السودان موجودة بسبب الحظر مطبق عليه وعارفين السبب منها في الحالة دي تحكم طبعا لانه لانه لما ما تلقي اسم السودان موجودة ضمن القائمة حتتترى تعمل شون حتتترى تشوف زول مثلا اي زول عندنا اكين عندك قريبك مثلا القاعد بره ولا مسافر بره ولا صاحبك ولا اي زول شوف زول قاعد بره تطلب منه بيانات حق مثلا البنك اللي هو مسجل فيه تمام عشان استلم القروش بدالك طبعا لانه مهم ما عشان يدفع عليك يدفع بطرق رسمية بس طرق بتاعت معاملات بتم يعني بين دول تمام فالزول اللي انت مفوض انه يستلم القروش بدالك ده يسحابه يتصرف فيه هو يحول عليك بطرق تاني سهلا تحويل بتاعت الطرق التاني تمام طيب بتدخل بس بياناتك الزول اللي انت مفوضه انه يشتغل بدالك يعني تمام الاسم والسكن يعني معنوات عادية ما فيها حاجة تمام بعد كده بيسألوه من موضوع البنك طبعا لو كنا في السودان لو السودان ما كان عليه حزب كان منذو حيكون سائل انه بس انت مثلا انه عميل في بنك فنصر الاسلامي ودرق من حساب بتاعي ودرق من ديس من الحساب وخلاص انتعين علي كده لكن دسوا منه الخزب بتحتاج شهوية كي تحتال عليه على النظام بتاعه ومحتيال لكن انت بتفوض شخص آهر من بقه فهو الشخص التالي انت فوضته بتطلب منه المعلومات بتاعت البنك حقه رقم الحساب بتاعه وبتسجل بوعادي باعتبار انه هو شخص انت مفور وديح انجابع شوية طيب الخطوة البعد هما بيسألوك من موضوع التاكسس اللي هو موضوع الدرائب وده طبعا بره مهم يعني ما زي موضوع الدرائب نديل لكن هو بره الموضوع المهم بتاع الدرائب فانت هنا بيسألوك هل انت البزنس بتاعك انت فرد ولا عندك شركة فانتوا لو عايزين مسلا اي واحد دارب حطنوا لو ما عندك شركة هتختار انك فرد بسألوك سؤال تاني انه هل انت مسلا مواطن موجود في امريكا وفي حالة انه انت خوّلت ازول اخر عشان يمسك لك الشوغل ده او يستلم لك حسابات فانت ستختار ياس او ممكن تختار نويز انت مسلا قاعد في السويا طيب بعد كده بتجي المقطق تعت الحاجة اسمه TIN حاجة اسمه ضريبة الدخل يعني فبيقوموا يحاولوا يتأكدوا من الدخل بتاع زول انت مفوض وانه يستلم لك الارباح بتاعتك فبسألوك كم سؤال عندك كم خيار بتقول ياس اي ها يونيت اس تي ستي ستي اي اي ام بتقول انت مفوض ومسلا عايش بره وعنده رقم بتاع ضريبة الدخل بدي بتاع ضريبة الدخل بدي بتاع ضريبة الدخل حسب الدخل بتاعه هما بياخدوا الضرائل حسب الاراد بتاعه يعني انت ممكن لو انت مسلا عايش وزنان تقول نو اي دونت ها بعد كده في الخطوات الاخيرة بسألوك بتاع الاندرستري بدا انت شغل بتاعه يعني هل انت منظمة هل انت شركة هل انت العمل بتاعه خيري ولا ما خيري كده يعني في حالتنا ان احنا كشباب كده يعني بيكون بس بس بتحقيق الارباح الشخصي يعني الفردي تمام بيتعبي بتكمل المعلومات دي كلها بس بيسألوك يعني اسم الشغل بتاعك اسم الحاجات دي بتعبيها بعد كده بتكون يعني كده خلصت تقريبا خلصت التسجيل عنده تمام بعد ما تخلصت التسجيل عنده بتعمل شو بتخوش الفوتوشوب حتى لو انت ما بتعرف الفوتوشوب ده شو ممكن تخوش اليوتيوب تحضر شروحات بيشروح لك انت الفوتوشوب ده كيف تستخدمه تمام تكون تعمل تصاميم عملت التصاميم في الفوتوشوب بترفعه لامازون تمام ومسلا بيتطلب منهم انه التصميم ده متناسق مع اللون الفلاني او اللون ده تمام والشكل الفلاني فهم بياخدوا التصميم بتاعك جزول والله يعجبوا التصميم ده ويشتراوه بياخدوا التصميم بيصنعوا التشير بعملوه تمام وبيتبعوا عليه وبيشحنوا لحد الزور على المشتري بيصل لحد بيته تمام وانت مرضو قايش في بيتك بتجيك القروش بتاعتك بتاع التصميم زي ما قلنا مسلا انه في ناس في تجارب ناس يعني بعد خمس وعشرين مزوم بعتليهم خمس وعشر مثلا تشير وصلتهم اربعين دولار الكلام ده بيتم في يوم واحد يعني لك انو تتخيل الارباح انت ممكن تصل الكيف فال يعني ذي حاجة زي ما قوله سهلة ممكن اللي يزول فيكم ممكن يبدأ قوال وحتى يعني موضوع انو السودان محظور وما محظورتي ما هتكون عائق ما هت بيفلي طيب في برنامج رابع برضو شوية جميلة يعني فكرة جميلة اسمه امازون بوبليشن امازون بوبليشن ده فكرة شميلة انو انت يا اخي والله انا زول بكتب كتب او بكتب قصص او رباعيات تمام فانت بتقوم بتعمل نسخة الكترونية من الكتاب اللي انت كتبتها اول قصة اللي انت كتبتها بعد ذاك بترفعها لامازون بيديف مسلا نسخة الكترونية تمام و جزول الزبون داري اشتري مسلا و عاجبوا الكتاب بتاعتك عاجبوا الكتاب بتاعك ده فبيقوم بيشتريوه امازون بتعمل شنوه بتاخد النص بتاعك الاليبتروني ده بتعمل منه كتاب فيزيكا يعني تطبعوا وتشحنوا وتوصلوا لحد بيت الزور الاشترا تمام هنا الحقوق بتاعت النشر بترجع لي ما بترجع ليك انت لانك كتبت الكتاب انت زول لكتبت الكتاب الحقوق بتاعت النشر بترجع ليك انت فامازون بتاخد النسبة بتاعتها تمام اللهم القروش بتاعت الشحن والطباعة والتغليب كل بتاخدها النسبة اللي أكبر بترجع لك انت يعني لو بقى مثلا الكتاب بمية دولار انت عندك ستين أو سبعين دولار لانه انت يعني انت كتبت الكتاب فذي كانت أربعة أفكار أفهم قبل ما نبدأ ممكن برضو انك في حاجة تانية برضو بسيطة ممكن تعمل أسهر يعني انت لو مثلا زول مطلع يتحب تقرأ الكتب ممكن تعمل كتب مسموع يعني انت تقرأ الكتاب بتسجله بصوتك تمام؟ والصوت ده زاده انت بتبيعه كلناس بيشتروه كلناس مثلا ما عندهم زمن انه ميجيفوا يقروا يقوموا بيسمعوا الكتاب بسماعة تمام؟ يكون الكتاب مسموع تمام؟ وده بيتباع يعني سوقه زي ما بقواه سوقه كبير جدا يعني يبيعوا الكتب دي بسمعه الكتب المسموع الكتب الصوتية كلان عليك انك تقرأ الكتاب تسجله بصوتك تمام؟ وترسله بصوت اي زول اشتراه الارباحين انت بتجيك كامل مية في مية لك هم ما بشيروا لو انت اخترت الخطوة دي هم ما بشيروا عليك الارباح كلها بتجيك يعني لو خطيت ان الكتاب المسموع قيمته مية اين دولار مية اين دولار بتصل لك انت وتنزلك في حسابك متى ما تمت حركة بيع طوالي بتنزلك يعني الارباح انت بتجيك مباشرة يعني ما مثلا ما بتنتظل لحد اخر الشهر عشان تتحصل على قروشك تمام؟ هي بتجيك بتنزلك مباشرة متى ما تمت حركة البيع يعني ما زي العمل الروتيني لو انت مسلا اشتغلته تستنى لحد اخر الشهر لحد ما شنو المرتب ينزلك لا هنا الموضوع مختلف هنا في زول اشتراء طوال انت ارباح البتين من دون اي تأكل فدي يعني دي هي دي كانت فكرة عامة عن الامازون عن انه انت كيف تكون فيها شريك تمام؟ يعني العمل من ترى طبعا مجال واسع تمام؟ هو يعني ازا ما قلنا انه الناس بره شوية بتحاول تتكل على المجال دي يعني انت اسا قاعد ما عندك مولوية يعني قاعد هنا اسا عباف القيادة من يوم ستة تمام؟ ممكن من يوم ستة لحد اسا يوم كان من عشرين رمضان ممكن تكون عملت الف دولار بالراحة انت قاعد ما عملت ايش شغلك ما اشي في شركك اللي هو الشركة الكبيرة اسمه امازون بيتبع لك وتمشي لك شغلك انت بس بكون عندك حقوق معينة رباحك بتنزلك لحد عندك وشكرا جزيلا وان شاء الله الناس تكون استفادت ولو اي سؤال تفضلوا ونفيزون عنده سؤال شكرا جزيلا السلام عليكم يا شكرا جزيلا وانا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتبعين من غير اشتركوا في القناة